اهلا بكم مشاهدنا الكرام في صناعة الوهم مؤشرات على تقارب روسيا كردي قبل العملية التركية فما هي التفاصل ايضا مقاتلات روسية من طراز سخوي تتمركز في مطار القامشلي لاول مرة فما هو الهدف اهلا بكم من جديد في ظل الحديث عن عملية عسكرية تركية ضد قصد في سوريا ظهرت مؤشرات جديدة على تقارب روسيا كردي في الاوانات الاخيرة مؤشرات سياسية تمثلت بزيارة وفد من المجلس الوطني الكردي الى موسكو ولقاء المبعوث الرئاسي الخاص للشرق الاوسط ميخايل بغدنوف اضافة للتعزيزات العسكرية الروسية الى مناطق سيطارة قصد وفي سياق متصل اجرت الطائرات الحربية الروسية منورات عسكرية على خطوط التماس مع الجيش الوطني شمال الحسكة وذلك بالتزامن مع حشودات عسكرية للجيش الوطني والتركي نتابع التفاصيل في التقرير التالي بالتوازي مع لقاء الرئيسين الامريكي جو بايدن والتركي رجب طيب اردوغان في قمة العشرين بروما وحشود الجيشين التركي والوطني السوري استعدادا لعملية عسكرية تلحو بالافوق في سوريا تحشد روسيا ونظام الاسد قواتهما ايضا في شمال شرق البلاد على مقربة من القوات التركية والامريكية قرب الحدود التركية السورية تحلق الطائرات الحربية الروسية في استعراض جوي فوق منطقة تل تمر قرب خطوط التماس مع الجيش الوطني وفق بكالة نورث بريس المحلية ترافقت التحركات الجوية للروس مع تعزيزات للنظام على الارض تمثلت بارسال قوات عسكرية ضخمة الى ريف الرقة الغربي طمت 16 عربة عسكرية و150 عنصرا من قوات الفرقة الرابعة وفق شبكة عين الفرات المحلية صحيفة عينب بلدي تحدثت عن مؤشرات على تقارب بين روسيا وقسد في شمال شرق سوريا لخصت اسبابها بالخوف من الانسحاب الامريكي من المنطقة والفوائد التي تعود على الطرفين نتيجة التقارب بالاضافة لدعم قسد في مواجهة العمليات التركية وحاجة روسيا الى ثروات المنطقة الشرقية في ملف اعادة الاعمار ومما يدعم هذا التوجه حديث ما يسمى بمركز المصالحة الروسي السوري في ديرزور عن اتفاق بين الادارة الذاتية والنظام وروسيا لاعادة نشر قوات نظام في منطقة الجزيرة وتسيير دوريات لشرطة العسكرية الروسية كما سيتم العمل على تسوية اوضاع المطلوبين بمساعدة وجهاء ومخاطر تلك المنطقة واذاء تلك التحركات العسكرية والسياسية يدور سؤال حول مستقبل العلاقة بين قسد وروسيا وما اذا كان التقارب سيذهب بعيدا بين الجانبين ام سيكون مجرد ورقة تلوح بها قسد كعادتها حين الحديث عن نوايا عسكرية تركية أرحب بضيوفي في هذا المحور بسام حجي مصطفى المعارض السوري من أورفا وياسر النجار الأكاديمي والبحث السياسي من اسطنبول أهلا بكم لو بدأت معك سيد بسام يعني كيف تصف العلاقة اليوم بين الادارة الذاتية تابعة لقوات سوريا ديمقراطية وروسيا يعني أنا بدي أول شيء صحيح تسمية أقول بأنه ما في شيء اسمه إدارة ذاتية في شيء اسمه حزب العمال الكردستاني بين قوسين التركي الإرهابي الذي دخل الأراضي السورية واستغل الثورة السورية ليشكل على هامشها مناطق نفوز تم تسليمها له من قبل النظام هذا الحزب يعني تاريخيا تلاعب بمصائر الأكراد تلاعب بمصائر الأطراك قام بأعمليات ألهابية وهو يكمل هذا الدور حاليا في منطقة شرق الفراد مكّلت القوات الأمريكية لهذا الحزب أنه يكون له نفوز بحجة محاربة داعش اليوم هذا الحزب يتعامل مع الاحتلال الروسي يتعامل مع عصرابة الأسادي يتعامل مع الاحتلال الأمريكي يتعامل مع كل أنواع الاحتلالات من أجل البقاء وهو في وضع حرج ويسعى دائما لعقد صفقات هامشية وصغيرة تمكنه من البقاء أقوى الفترة ممكنة لنهب مقدرات جزيرة الفراتية السورية لكن روسيا ما الذي تريده من التعامل مع قصد في هذه الفترة صحيفة عنب بلدي تحدثت عن مؤشرات لتقارب بين الجانبين روسيا دولة محتلة دولة محتلة لسوريا استخدمت عصابة الأسد من أجل أن تكون واجهة لاستمرار احتلالها وهي تستخدم كل العصابات التي تستطيع أن تطوّعها لصالح مشروعها وبرنامجها في احتلال سوريا والبقاء فيها واستغلال هذا البقاء أطول فترة ممكنة في المعادلات التولية السياسية بالتالي الروسا اللي هنم بالأمس كانوا خلافات حزب العمال الفردستاني في عفريم وفيما بعد تركوا حزب العمال الفردستاني لمصيره في أثناء سياق عملية تحرير عفريم اليوم ممكن يعني يرجع يعيدوا العلاقة معهم لقاء تبادل منفعة وممكن بعد فترة يتركوا إلى مصيره وهكذا نعم سأنتقل إلى السيد ياسر أهلا بك مجددا سيد ياسر كيف تقرأ اليوم هذا الحديث عن وجود تقارب روسي مع قصد في سوريا مساء في شاهديكم واتقفكم أيضا يعني بتصوري يعني مفهوم التقارب يعني مفهوم الندية يوحي بالندية أما أنا فأرى أن روسيا تستغل ما يعرف بحزب العمال الكردستاني امتداد الواجهة السياسية له وهي ما يعرف بالإدارة الزيتية روسيا تستغل حالة الأزمة التي يعيشها ويترى أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني تفسح لها المجال في استغلال هذا الأمر المحصل أنا أريد أن أقول أن روسيا تجد أن حزب العمال الكردستاني الآن في وضع مأزوم هو لديه قدوات تواصل سابقة وقديمة جدا مع روسيا من خلال يعني ما قبل ما يعرف بالثورة السورية وهو أيضا لديه من خلال قيادات قنديل له تواصل مع نظام الأسان الآن يتم طبخة يعني ما يعرف بتفاهم معين يتم استثمار المرتزقة في البي كي كي لهذه الطبخة على حساب الكرد السوريين وعلى حساب السوريين المتواجدين في هذه المنطقة على وجه التحديد أنا بتصوري ما قدمه حزب العمال الكردستاني للمنطقة الجغرافية شمال شرق سوريا وللأخوة الكرد السوريين هو نفسه ما قدمته داعش بالنسبة لهذه المنطقة السابقة وبالتالي وكأنه كتب على هذه المنطقة أن يتم استغلالها من قبل المرتزقة الإرهابيين سواء كان من يستثمرهم في الإدارة الأمريكية أم أنه تفوض الآن الجانب الروسي ليتم استغلالهم إذن بالنتيجة ما الذي تريد أن تصل إليه روسيا من هذه التحركات والتقارب مع قصد برأيك؟ أنا بتصوري سيناريو الروسي سيناريو واضح هو ما حصل في جنوب سوريا بدأ الأمر بما يفهم بالمصالحات الوطنية وخصوصية ما يعرف بميليشيات أحمد العودة لاحقا بدأت الأمور تتطور خلال سنة أو سنتين إلى أن يتم تفكيك هذا الفصيل العسكري ليست الإدارة الزاتية أو ما يعرف الآن من يدير يبكي أو يبكي المتواجدون في مناطق شمال شرق سوريا ليسوا بأوفر حظا سيكونهم في بداية الأمر يعني نوع من المصالحات ونوع من التفاهمات ولكن في نهاية الأمر سيتم تسليم هذه المنطقة بالمجمل إلى أن نظام أمريكا تقدم رسالة واضحة هي إجراء التفاهمات التي حصلت في جنوب سوريا ما بين أمريكا وروسيا وبحضور الأردن كشاهد سيكون إجراءات مماثلة لها في جمال شرق سوريا ما بين أمريكا وروسيا وسيكون المستفيد بشار الأسد وسيكون متضرر أهالي المنطقة ومنهم المستفيد أيضا المرتزق الذي لا يعنيه الواقع السوري بشيء وإنما ما يعنيه فقط المكاسب لا تحققها وشركة العلاقات التي وفرها لخدمة مشروعي المرتزق حول نقطة ذكرها السيد ياسر سأعود بها إليك سيد بسام هناك مسؤول كردي تحدث بأن روسيا والنظام لن يقف بجانب قصد في مواجهة تركيا لكن في الوقت الذاته هناك مصادر تحدثت عن مقترح لعودة النظام إلى مناطق قصد تحسبا للعملية التركية النظام موجود في مناطق قصد النظام موجود في منطقة عين عرب كوباني وله جنود النظام موجود في مربع الأمني في القامشي موجود في كل مناطق نخوص قصد النظام وقصد لم يفاصل عن بعض تحديدا حزب العمال كردستاني يعني هو الجسم الرئيسي للقصد والأساس فيه والمستثمر الأكبر الحقيقة أنه اللي عم بيصير أن الأمريكان استخدموا حزب العمال الكردستاني في التمكل من الجزيرة الفراتية والروس أيضا استثمروا في حزب العمال الكردستاني ولاحقا هناك تنافس على الاستثمار السوريين الآن بين فكي كماشي المستثمر الأول الروسي يريد إعادة بسط منفوز عصابات الأسد ليكون محتلا دائما ومحتكرا أوحدا لسوريا المحتل التاني الأمريكي يستثمر في قصد وبالتالي الترويج لعمليات الانفصال والإدارة السافية وفيدرالية الشمال وما شابه والطرفين بالأخير من قدرانين يوصل للحل وبدن يلجأوا بالنتيجة للشعب السوري وبدن يرحلوا اتنينتهم مع بعض يمسكوا إيذين بعضهم يرحل سنتابع في هذه الحلقة مع ضيوفي لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا موسيقى بين الخبر والخبر تنتشر العديد من الروايات وربما تكون الصورة غير واضحة في برنامجنا المشهد الأسبوعي نرصد لكم من خلال شبكة مراسلين المواضيع التي تهم السوريين داخل البلاد وخارجها لنقدم لكم الخبر دون تحيز ونكون أقرب إليكم وتكونوا أقرب إلى الحل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد في صناعة الوهم نناقش في المحور الأول الحديث الأخير عن تقارب روسي مع الإدارة الذاتية تابعة لقصد في ذل التصريحات عن عملية عسكرية تركية مرتقبة ضد قصد في سوريا مشاهدين الكرام سنتابع في هذا الموضوع مع ضيوفي وأرحب بهم مجددا بسام حجي مصطفى المعارض السوري من أورفا ومن اسطنبول ياسر النجار الأكاديمي والباحث السياسي أهلا بكم سيد ياسر لو أعطي إليك يعني برأيك اليوم الحديث عن عملية تركية مرتقبة ضد قصد في سوريا هل ممكن أن تكون دون ضوء أخضر روسي أمريكي إن صح التعبير تعمل تصولي يعني إذا أردنا إلى الوراء كانت مجمع العمليات العسكرية التي قامت بها تركيا داخل سوريا هي عبارة عن تفاهمات سواء مع الولايات المتحدة أمريكية وروسيا ولم يكن هناك عمليا إلا يعني كل عمل عسكري إلا من خلال التفاهمات ولكن بالنتيجة الدول التي هي ليست على حدود مشتركة مع سوريا تتفهم الوغضة تركية بالنسبة لأحيان لضرورة العمليات العسكرية أنا أتكلم عن الخطاب السياسي التركي الموجه إلى الحليفين الأمريكي والروسي سواء في ما يعرف في استقرار الوضع في شمال سوريا أنا بتصوري الخطاب واضح جدا بأن أمريكا لا تعاني من وجود الإرهابيين على حدودها وأيضا روسيا آخر همها ما يحصل في مناطق سوريا أما التركيا فهي متأثرة بشكل مباشر لذلك ما أرى أن هذه الدول تتفهم حقيقة مخاوف تركيا ورسائل تركيا باتجاه ضرورة ضمال الأمن الإقليمي التركي ويمكن أن يكون هناك تغاضي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لعمل عسكري ما من أجل أن يكون هناك دور وفاعل وعدم خسارة الجانب التركي الجميع يعلم أن تواجد قوات التركية في داخل السوري أمن ما يعرف بتفاهمات روسية تركية وتفاهمات أمريكية روسية تركية وبالتالي لأخر مطلب لروسيا أن تخسر هذه التفاهمات كون أن روسيا لا تريد أن تختلط الأوراق من جديد وهي تعلم أن نظام بشار الأسد لا يستطيع أن يكون في مواجهة ما يعرف بالفصائل العسكرية المتعاجدة في المناطق المحررة وبالتالي روسيا لا تريد أن تعود إلى المربع الأول أنا بتصوري تركية يمكن أن يكون لها عمل عسكري ولكن عمل عسكري ليس بالعمل المفتوح يعني عمل عسكري نوعي من أجل امتصاص نقمة الحاضنة التركية في الداخل التركي نتيج استهداف للجيش التركي والشرطة التركية ويمكن أن يكون أيضا مبرراتها لامتصاص نقمة الحاضنة التورية في المناطق المحررة ولكن بالمجمل تركيا لا تستطيع أن تقوم بعملية عسكرية مفتوحة دون مثل هذه التفاهمات وروسيا أيضا تستسمر حالة الحنق والخطار العالي اللهجة من قبل تركيا للضغط على ما يرى بقسر ولكن بالنتيجة روسيا لا تريد أن تفقد البوصلة ما بينها وبين تركيا ولا تريد أن تختلط الأوروباق فيما بينهم وبالتالي أنا بالتصوري فعندما يصل الأمر إلى حالة مأزومة ستقدم روسيا تسهيلات لتركيا أو ستتغاضى عن عملية عسكرية محدودة وليست عملية عسكرية مفتوحة لو أعطي إليك سيد بسام الرئيس التركي أردوغان قال بعد لقاء بايدن أن عملية الدعم الأمريكي للأكراد في سوريا لم تستمر بنحوه الحالي بالتالي هل يوم تلعب قصد على واتر التناقضات بين هذه الدول الثلاث إن صح التعبير سيئة تيب شئنا ما بين أمريكا روسيا تركيا دول متدخلة في سوريا لأسباب مختلفة الروس هم أصدقاء النظام السوري قولا واحدا الأمريكان حاليا هم أصدقاء حجب العمال الكردستاني والأرهابي قولا واحدا وتركيا شئنا ما بينها هي صديقة الشعب السوري والسوري التوري تتعرض تركيا باستمرار بضغوبات كبيرة وتحاول التقلص من أترار هذه الأقرار اقتصادية والسلواتية مع اسكرية تعلن تملك تركيا حج قضية بأنها تتعرض لأرهاب وهجمات حزب العمال الكردستاني وبالتالي تأتيت هذا التقلص من أترار تركيا الروس أصدقاء الأترار ويجب أن يعتنوا بهذا الأمر ويجب أن يتعاونوا مع الأترار ولكن المخوص يسعون وراء مصالحهم في سوريا لذلك يضعونها خلفهم دائما هذه الحسابات ويتركونها للأخير الأمريكان علفاء للأترار وأصدقائهم في الناتو ومع ذلك يتركون كل هذه الأمور وتعمون حزب العمال الكردستان الحقيقة أن تركيا تنتظر أحيانا وتطين البال أحيانا ولكن في الحسابات الدولية تركيا مضطرة دائما وأبدا أن تدافع عن استقرارها وإمنها من يدفع الثمن في كل هذه المعادلات هم الشعب السوري هم السوريون الذين هم دائما انضح عليها صراع الكبار نعم لو أت إليك سيد دياسر المركز الروسي السوري تحدث عن اتفاق لإعادة نشر قوات النظام بمناطق سيطرة قصد برأيك بناء على هذه المعطيات اليوم التي ذكرناها منذ البداية وحتى الآن ما هو السيناريو القادم للمنطقة بتصول هذا السيناريو يتكرر تواجد قوات النظام في مناطق شمال شرق سوريا هي المجرد أنها وخصوصا على الحدود التركية هو مبرر من أجل أن يتم امتصاص الغضب التركي وأنه تم تنفيذ الاتفاق الذي جرى ما بين روسيا وتركيا والولايات المتحدة الملكية بإبعاد الفصيل الإرهابي البكيكا عن الحدود التركية ولكن بالمحصلة هذه القوات العسكرية لا تستطيع أن يكون لها دور حقيقي لضمان استقرار هذه المنطقة وجدنا أن قوات النظام وصلت إلى حالة متهالكة بشكل كامل سوريا تحولت إلى دولة فاشلة والنظام لا يستطيع القيام بواجباته باتجاه دمشق وحلف المدرن الكبرى فهو بغناء على أن يتحمل مسؤوليات مساحات جغرافية أكبر من حيث الالتزامات والقيام بالواجبات ولكن من الناحية السياسية طبعا وسيستثمر هذا الأمر بالدعاء أن علم نظام الأسد ينتشر في هذه الرقعة الجغرافية وأنه حقق نوع من الانتصاص لما يرى بعملية عسكرية من الخارج أقصد تركيا ولكن أنا بتصوري روسيا هي المستفيد الأكبر روسيا تستثمر اسم ومسمى النظام ولكنها بالنتيجة هي التي تضمن يعني كل هذه التفاهمات روسيا هي التي تضمن تفاهمات مع تركيا بعدم وجود عملية عسكرية وروسيا أيضا هي تغطي المساحة الجغرافية سواء بالجو بالبر لغياب الدول الأمريكي وقوات التحالف في القادم من الأيام وروسيا أيضا ستقوم بعملية ربط النظام سواء من خلال استثمار بمنطقة جغرافية شمال شرق سوريا النفطية والسروات الباطنية وسيكون لديها أيضا قواعد عسكرية في هذه المنطقة أنا بتصوري بالنتيجة روسيا تمهن وتستثمر من خلال يعني ما يعرف في وحدة سوريا ووجود بشار الأسد ولكن بالنتيجة هي تريد أن يأتي لديها ضمانات بضمان بقاء دورها ونفوذها في سوريا خمسين سنة قادمة من خلال تفاهمات إقليمية ومن خلال تفاهمات بالمنطقة ككل وبشار الأسد سيكون ثمنا لهذه التفاهمات كون أن بشار الأسد ولا يستطيع أن يقدم هذه الضمانات لروسيا بشار الأسد كما زكته هو ورقة لعب يضمع لروسيا الجلوس على الطاولة ضمن التفاهمات في هذه المنطقة ولكن بالنتيجة بشار الأسد سيقدم به قربان من أجل أن بعد أن يتم أن يكون هناك ضمانات لروسيا من الإقليم من الولايات المتحدة الأمريكية لبقاء نفوذ روسيا اقتصاديا وسياسيا وحتى عسكريا تكون سوريا كرسة الرقعة الجغرافية للتجارب العسكرية الروسية والسلاح العسكري والسوق للبيع السلاح العسكري إذن بالنتيجة روسيا تستثمر اسم الأسد وبقاء الأسد من أجل فقط الضمانات في حال تحققت هذه الضمانات سيكون الدول الإسرائيلي واجد وبالتالي سيقدم بشار الأسد كقربان ويكون هناك حل ما لا يضمن أن تعود سوريا بشكل متناسخ وكما كانت سوريا واحدة ولكن يضمن أن يكون كل هذه الدول المتدخلة وإسرائيل أيضا لها دول في مستقبل سوريا وبشبكة اقتصاد سوريا وإعادة الأمار نعم سأختم معك سيد بسان بناء على ما ذكر يعني السيد ياسر هل يمكن القول بأن هذه التحركات الروسية اليوم هي جزء من الجهود الروسية لإعادة تعويم نظام الأسد دوليا إلى حد كبير نعم بالرغم من الفشل المتكرر الروسي الذي يصطب دائما بقدرة الأمريكان على إفشال كل المشاريع التي يفوضها روسيا عسكرية أو سياسية الروس غير قادرين على الاختلاب سمت المتر واحد من مناطق الاحتلال الأمريكي والأمريكان يدركون أن قواعد الاجتباك لا تسمح بأن تقوم أي دولة من الدول المتدخلة في الشهل السوري بخوب معركة على الأراضي السورية بشكل مباشر مع جيش آخر تابع لدولة متدخلة أخرى الحقيقة أنه النظام بس بدي أختم في هاي الكنتين النظام في اتفاقية أطنى تعهد للأتراك بأن لا يسمح لحزب العمال الكردستاني بأنه موجود على أراضيه وبيلا يسمح لحزب العمال بأن يهدي وهذا التعهد اعتقدوا الأتراك أنه تعهد حقيقي ولكن عندما بدأت السورة السورية استنجد النظام بعملاء من أثناء حزب العمال الكردستاني واستحضروا مسلموا من المناطق الشمالية كلها وساعدوا مع السيطة الولايات المتحدة الأمريكية صنفت حزب العمال الكردستاني على أنه إرهابي ولكن في أول بادرة أو في أول نحظة تعاملت مع حزب العمال الكردستاني ودعمته بالأسلحة والمال يتمكن من الجزيرة السورية كل هذه المشارك نعم نعم أشكرك جزيل شكرا سيد بسام حجي مصطفى المعارض السوري كنت معنا من أرفع ومن اسطنبول ياسر النجار الأكاديمي والباحث السياسي مجهدين سنتابع في هذه الحلقة لكن بعد هذا الفاصل ما وراء نشر روسيا بقاتلات حربية في مطار القامشلي اشتركوا في القناة